أجواء ماتعة عاشها منتخب الصحراء الغربية في ثاني حصة تدريبية يخضها استعداداً للمواجهة التاريخية التي تجمعه بملودية الجزائر والمزمع إجراؤها بملعب نيلسون مونديلا بالعاصمة ونحن بالنسبة أن الجزائر موقع في الصحراء الغربية لا شك فيه أن نصف قرن تعريباً نحن والجزائر فرد الجزائر والجزائر هي دولتنا الثانية لعبوا منتخب الصحراء الغربية أبدوا ارتياحهم هنا بالجزائر وأبدوا أيضاً حماسهم لمقابلة فريق الملودية الذي يعتبر أنموذجاً حقيقياً للتحرر ضد الاستعمار نسبة لنا هي مباراة رابح رابح لا يوجد خسر رابح القادية القادية العادلة وفريق الملودية فريق عريق فهو فريق تحرير وشرف لنا لمواجهة أونش هذا تمثل التحدي من نوع آخر ضد الجماهير المعروفة من جماهير الجزائرية وخاصة جماهير ملودية الجزائر ستكون مواجهة صعبة علينا لكن نحاول إن شاء الله سنقدم الأفضل تنظيم مواجهة منتخب الصحراء الغربية ونادي ملودية الجزائر هو مثال حقيقي عن تضامن الجزائر المطلق مع القضية الصحراوية العادلة في الذكرى الخمسين لتأسيس جبهة البوليزاريو